اكد سعادة دكتور الشيخ عبدالله بن احمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية ان علاقات التعاون البناء والتكامل المستمر بين سلطتين تشريعية وتنفيذية يعكس تناغم الجهود المشتركة وروح الفريق الواحد لتحقيق الاهداف الوطنية مشيرا خلال محاضرة العلاقات البحرينية الاوروبية التي نظمتها الامانة العامة لمجلس الشورى بالتعاون مع وزارة الخارجية اشار الى ان الدبلوماسية البرلمانية باتت ركيزة مهمة لتعزيز تحركات السياسة الخارجية لمملكة البحرين كما استعرض الدكتور الشيخ عبدالله بن احمد الخليفة في كلمته عدة محاور رئيسية تتعلق بالعلاقات البحرينية الاوروبية وتتمثل في الاهمية الاستراتيجية للدائرة الاوروبية في تحركات السياسات الخارجية ومجهلات التعاون القائمة بين مملكة البحرين ودول اوروبا والعلاقات مع مؤسسات الاتحاد الاوروبي واكد وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدولية حرص مملكة البحرين على توطين اسس الشراكة مع دول اوروبا والاتحاد الاوروبي لسيما أن العلاقات بين الجانبين عميقة وراسخة اكتسبت آفاقا جديدة وواعدة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا